رحب رئيس الطوغو فورغ ناسينجبي الخميس بطلب الوساطة بين مالي والمؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وكذلك من المجتمع الدولي وأكد الرئيس الطوغولي وحكومته استعدادهما لتسهيل حوار مثمر بين مالي والمجتمع الدولي يشار إلى أن وزير خارجية مالي عبدالله ديوب الذي يزور الطوغو منذ ثلاثة ثالث ماي الجاري برفقة مبعوثين خاصين طلب من الرئيس الطوغولي تدخل للوساطة بين بلاده والمجتمع الدولي ستواصل مالي ابقاء الباب مفتوحا للتعاون مع جميع الدول التي تريد ذلك مع الاحترام المتبادل ولكن أيضا مع احترام سيادة بلدنا ورغبتنا في العمل من أجل السلام من أجل سلامة وطمأننة مواطنين سنعمل مع كل الدول المجاورة لنا والتي تضع عملها في هذا الإطار اشتركوا في القناة